موسيقى موسيقى أهلا أحبان المشاهدين في كل مكان أحب في بداية هذه الحلقة مرة أخرى أحيي كل أخوتي وأخواتي اللي بيحتفلوا في عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي ميلاد مجيد وعيد سعيد وصلاة سنة مباركة مثمرة والرب يباركك ويبارك جميع أسرتك حديثنا في هذه الحلقة بعنوان أتركها هذه السنة أيضا قبل ما أبتدأ بالقراءة من كلمة الله في الإنجيل للمقدس الحياة فرص والله عم بيعطينا كل يوم فرصة جديدة الله عم بيعطينا نفس عم بيعطينا حياة الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر ولكنه من ناحية أخرى يحترم أيضا حرية الإنسان هذا الموضوع في غاية الأهمية ولسيما في بداية هذا العام لربما أحسست بفشل ذريع لربما وضعت يعني بعض العلامات أو بعض القرارات في حياتك واكتشفت أنه لم يتم أي شيء بالعكس حياتك عم بتصير من سيء إلى أسوأ وحتى كل القرارات اللي اتخذتها والتقييم في حياتك وكل التوقعات والتأملات والتعهدات وكل ما كان بفكرك وكان في بالك طبعا لم تتحقق ولكن أحبائي الله هو إله المحبة الله هو إله كل نعمة الله هو إله الرجاء الله هو اللي بيعطينا الفرص واحد من أجمل التعبير اللي رح نقرأ عنها أتركها هذه السنة الله من نعمته من محبته عم بيعطينا فرصة جديدة حتى نتغير حتى نتشبه بالرب يسوع المسيح حياتنا تكون مطابقة لحياة يسوع المسيح هذا العنوان هو بالحقيقة آية من الآيات اللي رح أقرأها والقراءة اليوم من بشارة القديس لوقة من الإنجيل المقدس في العهد الجديد إصحاح 13 ورح أبتدي من الآية من الآية الأولى وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلاطس دمهم بذبائحهم فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وقال هذا المثل كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت حبائي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً حبائنا مشاهدين في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكون نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وموضوع هذه الحلقة أتركها هذه السنة أيضا حبائي هذا الإصحاح في بشارة لوق الإصحاح الثالث عشر يعتبر إصحاح محوري في غاية الأهمية في هذا الإصحاح يجيب على عدة أسئلة السؤال الأول اللي قرأناه هو بالحقيقة سؤال سياسي يتعلق بالعدالة ثم في نفس الإصحاح بيتكلم عن سؤال شرعي يتعلق بالسبب والسؤال الثالث في هذا الإصحاح هو سؤال لهوتي يتعلق بالخلاص وأخيرا في هذا الإصحاح سؤال شخصي يتعلق بالمخاطر يسوع المسيح أحبائي جاء في برنامج إلهي كما قال في إنجيل يحن الإصحاح الرابع والآية أربع وعشرين طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله يسوع المسيح كان عنده برنامج إلهي وغرض إلهي وإن الغرض من سر التجسد أي مجيء المسيح على الأرض بالجسد هو ليخلصنا من الخطية ليفتدينا من لعنة النموس وليسترد الصورة التي تشوهت من خطية آدم فجاء يسوع المسيح ومع هذا أحبائي كما نقرأ في الإنجيل المقدس أن يسوع المسيح لم يضغط أو لم يرضخ للضغوط السياسية ولا حتى الدينية ولا حتى التقليد أو التقاليد اللي كانت موجودة في تلك الأيام يسوع المسيح كان مركز كان مركز على الغرض الأساسي الرئيسي ركز عنه على موضوع وعلى الغرض اللي جاء من أجله هو الخلاص الإنسان من الخطية من الدينونة وطبعا ليكون في علاقة في الحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح لم يكن يتكلم مجرد كلام ولكن يسوع برهن كلامه بحياته وبرهن كلامه أيضا بأعماله في عدة مرات وضعوا يسوع المسيح في محك أو في تجربة أو جربوه لكي يوقعوا بيسوع المسيح في فخ ولكي يستخرج منه ذنب أو إشكال معين حتى يتخلصوا من يسوع المسيح الكامل ولكن كيف للشخص الكامل كامل الكمال وجمال الكمال ومثال لكل كمال يقع في هذا الفخ فيسوع مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم يسوع المسيح هو الحكمة المتجسد يسوع المسيح كان يعلم ما يدور في قلوب وفي أذهان الناس فلم يرضخ لأي ضغوطات ولكنه كان يتكلم عن ملكوت الله الملكوت الجديد يسوع المسيح أحبائي لم يقع في فخ ما يسمى السياسي أن يأخذ موقفا سياسيا ولكن من خلال حياته ومن خلال أعماله وضح أنه بهمه النفس البشرية أكثر من الخداع أو الرياء أو الكبرية أو العنصرية اللي كانت تنتشر في تلك الأيام أو نفس المشكلة الموجودة في هذه الأيام في أحد الأيام جاءوا يجربوا يسوع المسيح وقال وسألوا سؤال هل يجوز لنا أن ندفع جزية لقيصر طبعا العصر الذهبي كان في أيام أغسطس قيصر وكمل بعد طيباريوس قيصر أنه أعطى نوع من الأوتونومي أعطى نوع من الحكم الذاتي في مقاطعات كثيرة ولسيما في آسيا الصغرى أو اليونان وبنفس الوقت كان في عندهم التسامح الديني رغم القساوي قساوة الرمان وعبودية الرمان لكن كان عندهم ما يسمى التسامح الديني وبالدليل أن اليهود كان يمارسوا العبادة في الهيكل في أور شليم ولما جاءوا ليسوع المسيح أرادوا أن يوقعوا بيسوع المسيح فأروه يعني دينار فسألوا هذا السؤال أي جوز يعني هل فينا لازم هل يحق لنا أنه ندفع الضريبة اللي بيطالبها قيصر أفتر أول يعني قيصر هو شخص وثني وإحنا يهود متعصبين متدينين مع أن السؤال جاء من جماعة ما عندهم مش الإيمان الكامل عندهم الإيمان الليبرالي مش الإيمان القويم أو الصحيح ولكن يسوع المسيح قال أروني دينار فهذا يعني هذا الطلب من يسوع هو بحد ذاته السهم اخترق قلوب السامعين بما أنهم سألوا أي جوز من حملين الدنار فإذن هم موافقون على هذا الشيء أنه يحملوا دنار على صورة قيصر لو فعلا بيعنوا هذا الكلام كان ممكن يكون من الجماعة التانيين الجماعة الغيرين الجماعة الثورجية اللي بيرفضوا أن يكون أي شكل أي عمل أي صورة أي تمثال أي شيء اللي بيحمل صورة مثلا قيصر أو الرومان وبالدليل أنه لما دخل بيلاتوس بيلاتوس حكم اليهودية من 26 إلى 36 ميلادي وغلط غلطة عمره لما دخل أورشاليم حامل النسر الروماني وكل الرموز الرومانية مما أثار ثورة ضده فما تعلم من هذا الدرس مثل ما رح نشوف بعد قليل فالمسيح قال فرجوني أعطوني أشوف الدنار فسألهم يعني ما هذه الصورة قالوا لقيصر فالجواب يعني طبيعي أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإذن المسيح فصل موضوع الدين عن الدولة بحيث أنه علاقة الإنسان الحقيقية هي في الرب وبالحقيقة أن تعليم العهد الجديد ولسيما في رسائل بولوس في الرومية 13 هو الاحترام والوقار والصلاة والخضوع للسيادات والرأسات حتى اللي منهم ظالمين طلب مننا أن نصلي حتى نعيش حياة هادئة حياة فيها سلام حياة فيها هدوء حياة فيها وقار فلم يقع يسوع المسيح في هذا الفخ مرة تانية في نفس الهيكل أحضروا امرأة أمسكت بذات الفعل وهي تزني في بشارة يحنى إصحاح تمانية وكان طبعا الارجيمنت كان الجدل بتاعهم أنه موسى أو صانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت طيب إذا أنتو مش مؤمنين برسالة يسوع المسيح فمن نفع من هذا السؤال أنه أنت شو رايك موسى أو صانا أنه لازم نرجمها بس أنت شو بتتكلم وطبعا هني عارفين أنه الأمر كله فيه خداع فيه رياء مبرقع فيه عدالة عرجاء فيه مظاهر وأشكال التدين الخارجي طبعا أرادوا أن يجعلوا من هذه المرأة وقودا لتغذية نيران حفظهم عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح بأي شكل حتى لو بدي يغير الدين حتى لو بدي يستخدم الدين حتى لو عاوز يكون تاجر دين بس أنه يتخلص من هذا الشخص أو الشخصية اللي بتأثر على حياتهم وعلى سلطتهم وعلى مكانتهم فطبعا لو قال يسوع ارجموها كان خسر شعبيته مع اليهود لو قال لا ترجموها بيكون كسر لوصية أو لنموس موسى ولكن المسيح انحنى وابتدأ يكتب على الأرض والظاهر أنه ضمائرهم تبكتت الدليل أنه خرج من الكبير للصغير وقف يسوع أمام هذه المرأة وناصر ضعفها ووقف معها في محنتها وسألها سؤال في الصميم أمدانك أحد قالت لا يسيد مع أنها واقف أمام الديان مع القداسة المطلقة مع الطهارة مع النقاوة حتى السماء غير طاهرة قدامه ولكنها وقفت أمام يسوع المسيح ثم قال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ حاولوا سواء في الدنار أو في المرأة الزانية أنه إلا قعل على يسوع المسيح ولكن المسيح لم يضغط عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا تقليديا مرة أخرى أحبائي حتى التلميس سألوه لما دخل وشافوا بقريب من الهيكل قريب من بركت سلوهام شخص مولود أعمى فسألوا سألوا يسوع يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى في مصيبة في حياة هذا الإنسان وبحسب التقليد اليهودي هاي المصيبة مش ممكن إلا عم بيدفع ثمن عم بيحصد شيء معين يا أبو أمه أخطأوا عم بيحصد ثمن خطيتهم أو أنه هذا الشخص خاطئ وعلى فكرة هذا كان حكم الفرسين أنت بجملتك بجملتك ولدت بالخطية أنت جاي تعلمنا فأكدوا على هذا المضوع ولكن جواب المسيح برضو يعني جواب في غاية الحكمة قال لهذا أخطأ ولا أبواه حيث أنه ولد أعمى ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل ما دام نهار قبل طبعا ما ييجي الليل فإذن في فرصة زمنية والرب يسوع أكد لليهود أو للتلاميذ اللي سألوا اللي حكموا على هذا وفعلا أنه هذا الشخص اختبر يسوع في نهاية الإصحاح في يحنى 9 طبعا القصة تقول أنه قال تفل يسوع على الأرض وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوام اختسل ورجع أتى بصير وقامت المظاهرة الكبيرة أنه المعجزة كانت في يوم السبت ولكن عندما طرد هذا الذي شفي من العمى فوجده يسوع وسأله أتؤمن بابن الله أجاب وقال من هو يسيد لأؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو وبعدين ابتلا يتكلم عن العمى الروحي والعمى الجسدي لدينونة أتيت إلى هذا العالم واعترضوا رجال الدين قالوا ألعلنا نحن أيضا عميان مع أنه قال هذه العبارة عميان وقادت عميان فسألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية أحبائي يسوع المسيح رأى الاحتياج رأى نفس الإنسان المتألم والمتعذبة رأى الاحتياج فلم يسكت ولم يعمل مظاهرة كلامية مجرد كلام لكنه أشبع الآلاف لأنه قال أنا هو خبز الحياة وبالحقيقة إنه الناس في تلك الأيام أو في هذه الأيام عم بتبرق الجرائم وتجرم الأبرياء للأسف الشديد واليوم اللي عنده الإمكانيات في التواصل واللي عنده الإمكانيات إنه يكون يضغط سواء على المال أو الميديا أو أو إلى آخره فهو يعني في نظر الناس هو الشخص اللي لازم نسمع له وهي طبعا بيتمشى مع صدى الآية في سفر الأمثال صحاح 17 والآية 15 مكتوب مبرق المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب واليوم أحباء إحنا عم نتفرج على الكوارث نتفرج على الحروب وللأسف الشديد اليوم حتى في الإذاعات وفي الميديا بتشوف في أنواع المحاورات والجدالات وبينما الناس مثلا في غزة عم بتموت تخايل معي هذا العدد الضخم أكثر من 23 ألف قتيل أنا بتكلم على المدنيين مش بتكلم على المقاتلين 8000 منهم أو أكثر من 8000 يعني تحت سن الرجد أطفال ولكن نشكر الله أنه قال يسوع دع الأولاد يأتون إلي هؤلاء الأطفال أطفال غزة اللي ماتوا هم حاليا في أحضان الرب يسوع المسيح الأمهات الثكلة اللي فقدوا واللي مات واللي تهدمت بيوتهم يعني كل يوم عم بسمع أخباره على فكرة هذا على كل مسلم مسيحي في غزة يعني أكثر من أغلب المسيحيين بيوتهم تهدمت في غزة وطبعا راح ضحايا كثيرة طبعا الغرض لا أبرق ولا أذنب في هذا الموضوع لأنه الرب يسوع بهمه النفس البشرية واحدة من الآيات المحببة على قلب في سفر الجامعة الإصحاح الخامس والآية التمانية مكتوب إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما إن واحدة من أشر الخطايا سمعوني منيح واحدة من أشر الخطايا اللي بيستخدم الدين وهنا لا أبرق شعب على شعب ولا أذنب شعب على شعب لأنه للأسف الديانات في الشرق الأوسط تستخدم الدين الدين هو السلاح الدين هو الدعاية الدين هو الوسيلة وسيلة الأقوياء ليتصلطوا على الضعفة فنحن نحتاج إلى ثورة تغيير فكر ثورة محبة ثورة غفران لا الحكومات فادتنا ولا القيادات ولكننا نحتاج جبل جديدة إن صح التعبير تغيير جديدة ومحتاجين نمشي على شريعة يسوع المسيح يسوع كان يناصر المظلمين والفقراء لم يتكلم بالسياسة ولا في الظلم الاجتماعي ولا لعم بسير في تلك الأيام لكنه رأى الأعمى فاقترب منه لم يتركه وفتح عيني المولود أعمى وفتح عيني الأعمى بارتماوس لقد ناصر الدعفاء وقف مع الزانية في في لوق إصحاح سبعة عندما غفر خطيتها اتهموا بالتجديف ولكنه قال لا اذهبي بسلام لقد ناصر السامري وكسر حواجز العنصرية بين الشعب اليهودي وبين الشعب السامري لقد أخرج الشيطان من ابنة المرأة الكنعانية في لبنان لقد طهر البرص طهر الهيكل من اللصوص طهر الهيكل من الباع الذين يبيعون ويشترون والذين استخدموا مقدسات الله وجعلوا بيت الله مغار اللصوص وتجارة أيضا ظلم اجتماعي كان يسود في كل المكان مش بس كانوا تحت العبودية الرومانية ولكن كانوا تحت عبودية الخطية لأنه لما تحدث يسوع مع اليهود في يحنى تمانية فهن ادعوا أنهم أبناء إبراهيم ولكن المسيح صدامهم وقال أنتم من أب هو إبليس لأنه قال من يفعل الخطية فهو عبد للخطية طهر الهيكل لأنه المسيح كما قال عن نفسه أعظم من الهيكل أقام ابن الأرملة الوحيد هاي المناصرة الاجتماعية الدين احكي قديش بدك تحكي في الدين بدك تحكي بقوانين نومية صفرائد وفتاوى دينية هذا كله ما بفيد لا بطعمي خبز ولا بش في مرض ولا بخلص إنسان ولا بيكرم نفسية ولا بساعد الأرملة ولا بناصر الضعفاء أو المظلومين أو المكسورين أو اللي ضاعت أحلامهم وانكسرت قلوبهم واللي ماتت أولادهم والنساء الأرامل والأيتام احكي ليل النهار وادع من أي منبر وتكلم بأعلى صوت إذا لم تستطع أن تجعل تغيير في حياة الناس علامة سؤال كبيرة على الدين مع كل احترامي ألم يقال أنه الدين أفيون الشعوب للأسف مع أنه الدين المفروض هو للخير وتغيير الناس وأنه الناس تعيش بسلام وبمحبة وبإخاء وبتساوي وكل وكل إنسان بيختار ما يختار يختار دينه بعبر عن رأيه بدون ما يحس بأي تهديد أو وعيد أو قتل كل إنسان مسموح لأن يقرأ الكتاب المقدس لما أنت بتخوف الناس في عدم قراءة الكتاب المقدس بتخوف الناس أنه تحصل على الحياة الأبنية وتعرف الحق لأنه عاوز تظل متصل تأدينيا راح تقف أمام الديان أمام الرب يسوع المسيح فإذن أحبائي يسوع المسيح من خلال القراءة اللي قرأناها خليها كخلفية أنه يسوع لم يضغط عليه لا سياسي ولا ديني ولا اجتماعي ولا حتى التقاليد في تلك الأيام سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد يقول الكتاب أتركها هذه السنة أصلي من كل قلبي أنه في بداية هذا العام تصنع أعظم قرار في حياتك هو أن تضع ثقتك وإيمانك بالرب يسوع المسيح وأنا أصلي إذا أنت وضعت هذه الثقة والإيمان وبتحتاج مساعدة روحية تواصل معنا عن طريق التواصل السوشال ميديا التواصل الاجتماعي طبعا ابتديت بالقراءة عن حادثة معروفة في تلك الأيام وطبعا موجودة في المؤلفات في التاريخ منها المؤرخ يوسيفوس عن ما حدث في أور شليم شخصية بيلاتوس كانت شخصية عنيفة عنيدة قوية عنده كان حقد وكراهية ضد اليهود وبنفس الوقت كان خايف منهم لألا يشتكوا إلى قيصر وكانت غلطة العمر الطريقة اللي دخل فيها أور شليم دخل في الأشكال الوثنية أو الرموز الرمانية مما أثار غضب اليهود ولكن ما تعلم من الدرس هاي الحادثة اللي في إنجيل لوقا إصحاح 13 بيلاتوس كان عاوز يعمل لتعرفوا إصلاحات في داخل أور شليم واحدة من أهم الإصلاحات إنه يجيبوا المي ويبنوا نوع من الأكوا داكت اللي هي نوع من القنوات المعلقة بحيث أنه يدخلوا المي لأور شليم وهاي كانت مصلحة للجميع ولكن الوسيلة والطريقة اللي اتعامل فيها بيلاتوس وضع نفسه فوق القانون وفوق الدين ودخل منطقة الهيكل وطبعا بعد اليهود اتمسكوا بقرون المذبح ولكن بيلاتوس لم يحترم حرمة هذا المكان أو مقدسات هذا المكان لم يعرف عقلية اليهود ولم يعرف أهمية موضوع المقدسات اللي عندها بيسموا الكلمة الوقف الوقف الديني لا يمس فدخل مع الجيش حتى يأخذ المصاري يأخذ العملة أو النقود من الخزنة وفي نفس الوقت أثيرت فتنة زي نوع من المظاهرة واللي قاموا في هذه المظاهرة هم الجليليين والجليليين معروفين في أنهم يعني دمهم حامي وكثير منهم من جماعات الثورجية اللي هي فئة الغيرين زلت وهؤلاء اللي كانوا يقامنوا أو ينادوا أنه عشان تحرر الهيكل وتحرر اليهود لازم نعمل كمتل ما عمل متتياهوس وأولاده يهود المكابي أو في عصر المكابيين لما أنتيخوس أبيفنس دخل هيكل اليهود وقدم ذبيحة قدم خنزيرة على المذبح وأثار شغب كبير وثور كبير وانتصروا على اليونانيين لهم يعني جماعة أنتيخوس أبيفنس وحاكموا لفترة زمنية معينة حوالي 150 لحد ديت ما جاء بومبي الروماني طبعاً وابتدأ بفتحاته قبل يوليوس قيصر وأخذ كل هذه المناطق فلم يفكر تاريخياً أو يتعلم دروس من التاريخ فبالدليل أنه جاء مع عسكر مع الجيش في داخل حرمة الهيكل أو مقدسات الهيكل وعندما اعترض اليهود وقاموا بهذه الثورة الجيش كان مستعد كان متخفي وحاطت السيوف وابتدأوا بقتل الناس وكان في عدد من القتلى في أماكن الذبائح اللي كانوا بقدموها بالمناسبات فاختلطت دماء اليهود الجليليين بذبائحهم يعني الذبائح اللي المفروض تقدم في الهيكل فعندما حكوا اتكلموا عن هذه الحادثة المعروفة في أيام يسوع المسيح كان الجواب الصاعق كان الجواب الصارخ جواب لم يكن بحسب التوقعات يعني احنا عم نخبرك عشان انثير التعاطف انك تتعاطف معانا وتطلع تحكي كلمة علنا انا اندد وادين وادين الى اخر كما نسمع في هذه الايام جواب المسيح كان بعكس توقعات اليهود لاحظ الكلام كلام يسوع المسيح وقال لهم اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا اكثر من كل الجليليين يعني اللي تابعين لفئات واحزاب دنية اخرى لانهم كابدوا مثل هذا كلا اقول لكم شو كان جواب المسيح بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون واو واو حط صياق الحديث اليوم لو انا طلعت احكي هذا الكلام اليوم بصلبوني كان بيكون هجوم فضيع وليس عجبا الناس اللي بتتكلم بالسياسة وبتتكلم في كل هالمواضيع هي الناس المقبولة على المجتمع لكن اذا تكلمت عن المحبة وتكلمت عن الغفران وتكلمت عن يسوع وعن الفداء وان يسوع هو اللي اجضح بنفسه لاجل الناس اليس عجبا تواجه الاضطهاد والمقاومة من نفس الناس حقا انه لعجيب امر غريب في هذه الايام لاحظ جواب المسيح هو يعني كانوا يعني مؤمنين اكثر من كل الجليليين اللي اجوا من الجليل حتى يعيدوا في العيد هنا مأساة بكل معنى الكلمة مذبحة يعني هون حدثت مذبحة بلاطس العنيف الشرس المتغطرس قتل دماء ابرياء ناس عم بتعبد جاي تعبد الله وفي ناس كانوا ثورجية بنفس المكان وعلى فكرة يقال يعني مش اكيد بس يقال انه هاي الحادسة سببت العداء بين هيرودوس انتباس اللي هو ابن هيرودوس الكبير وبين بلاطس البنطي صاروا اعداء وانتا رجعوا اصطلحوا عند صليب المسيح عند صلب المسيح صار في بناتهم صلح اليس عجبا انه هاي الحادسة حتى الفئات الدينية اللي بتكره بعض الصدوقيين اللي هم جماعة الليبرال خليني باختصار والفرسيين هم جماعة الكتاب المدققين اصطلحوا عند صليب يسوع المسيح هنا مأساة مذبحة بكل معنى الكلمة وكان جواب المسيح لهؤلاء عن الجلليين ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون الم يقول مرة لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بعدين ما فيش تاني يعملوا خافوا من الذي له السلطان ان يضع الجسد والنفس كليهما في جهنم في جهنم النار وبعدين على طول اقتبس الحادسة المعروفة كمان في هذه الايام الناس اللي بيشتغلوا بنوا ببرج عشان متل ما حكيت عم بيبنوا اكوا داكت نفق وانقفار وجسور يعني معلقة حتى يجيبوا المي من المنطقة الجنوب الى داخل اورشليم لانه الكل بيعرف فلسطين عايشة على بركة الرب ما عناش مصدر تاني للمي سوى ربنا سبحانه وتعالى اذا امطرت الدنيا في بركة اذا لم تمطر يعني مأساة فحدث انه هدول عم بيعملوا مشروع خيري لخير الامة للناس وهن عم بيقوموا في شيء للخير لمصلحة اورشليم لمصلحة الهيكل لمصلحة متل بركة بيتحز دا متل اغتسال الاغنام والتنظيف والتنقية والغسلات والوضوء عند اليهود حتى قبل الصلاة ودخول الهيكل الغسلات من المكفي التقسية الغسلات التقسية فالمي مهم جدا وتكون مي جارية فاذا هؤلاء اللي عم بيعملوا العمل الخير سقط البرج وماتوا وماتوا واحد برضو نفس الجواب الحادثة الأولى كانت مأساة بسبب الإنسان وشراسة الإنسان وحرب الإنسان ضد أخي الإنسان الحادثة التانية كارثة كارثة طبيعية بكل معنى الكلمة الجماعة الأولى كانوا جماعة الجليليين والجماعة التانية جماعة أور شليم سواء جليلي أو أور شليم فكان جواب المسيح نفس الجواب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون هذا هو الباك جراوند الخلفية للمثل اللي كمل فيه الرب يسوع المسيح سواء ما حدث في الهيكل يعني اليوم خلينا نحكيها بصراحة اليوم واحد من من أصعب وأخطر يعني من أكتر مكان حساس في العالم هو منطقة أقل من كيلو مربع اللي هي القدس القديمة يعني كيلو أو كيلو وشوي مربع فيها أربع حارات حارة اليهود حارة الإسلام حارة النصارى وحارة الأرمن كل نزاع العالم حول هذه البقعة طبعا اليهود بقول أنه هذا مكان الهيكل وين موجود مسجد الأقصى والقبة الصخرة في نفس المنطقة منطقة مساحة يعني وتخيل كل مرة بفوت الجماعة المتطرفين اليمين من اليهود بفوتوا على المسجد طبعا بتولع الدنيا بتولع ليه لأن هذا يعتبر يعني أخص خصوصياتهم وأقدس يعني أقداسهم وهو من المقدسات الأساسية اليوم يعتبر هاي البقعة المسجد صار يعني مقدس أكتر من الكعبة وأكتر من المدينة المنورة خايل هاي البقعة الصغيرة صارت أقدس بقعة في العالم فيه مكان هيكل يهود المسجد وفيه طبعا كنيسة القيامة مكان صلب وقيامة يسوع المسيح فتخيل الناس بتفوت مسلحة على المسجد أو على الهيكل أو حتى على كنيسة القيامة وعلى طول عندنا الناس أنواع عندنا الناس اللي دمها حامي تثور مباشرة ضد هذا العدوان وطبعا بتحدث الثورة وعندنا الثورات بتحدث مثل شرب المي حبيت أجيب هاي الصورة عشان تتخيلوها أنه كيف بلاتوس دخل يعني أقدس مقدسات اليهود لجوة يعني وين يعني الزبايح يعني مش في الدار الخارجية في قلعة أنطونيا قلعة أنطونيا اللي بناها يرودوس الكبير هي تطل على دار الأمم على الهيكل رواق سليمان رواق النساء وأروقة كثيرة ولكنك تدخل جوا هو في أرمة في يافطة على الحاجز يسمى هذا الصور الحاجز اللي هو ممنوع دخول الأمم فكم بالحار جيش برموز رومانية دخلوا المنطقة اليهودية مكان الخزن جوا عند اليهود ومكان الذبائح إذا كان من بر يعني في مذبح النحاسي وين بقدموا الذبائح في الدار الخارجية فتخيل لنفاتوا لجوا نفس الشي اليوم لما الجيش بفوت على المقدسات وبيعتقل وبيضرب وبيقتل فشو بيكون الوضع بيكون مأساوي هذا ما حدث بالزبط فالمسيح عنده رؤية أكبر عنده رؤية أوسع من هذا الموضوع المسيح ما تطلعش على الهيكل ولا الكنيسة ولا المسجد ولا الناس ولا الأرض ولا هذه ما تسمى بين كسين المقدسات المسيح كان مركز على النفس البشرية هي أقدس أقدس الله لأنه النفس البشرية خالدة لأنه النفس البشرية مخلوقة على صورة الله وشبه في الصورة الأدبية الروحية أقصد لأنه الله ما للشبه ولأنه موضوع محبة الله الله حب الإنسان هاي طبيعته الله محبة من قبل ما يخلق الإنسان ومن قبل ما يرتكب الخطية لأنه موضوع فداء الله وموضوع كمان عناية الله واهتمام الله فإذن الإنسان هو أهم ما في الوجود وهي اللي ركز علي يسوع رح للسامرية رح للكنعانية رح من مكان إلى مكان لأنه كان بهم النفس البشرية مركزش على موقع على مكان على هيكل كما نرى في هذه الأيام فإذن أحبائي كان أمر صاعق بالنسبة لليهود لأنه كان جواب المسيح على موضوع العدالة اللي بحسب عدالتهم أو بحسب الكوارث الطبيعية اللي حدثت بحسب تفكيرهم اللي عملوا بيلاتوس في الهيكل أو الظلم الاجتماعي أو الكوارث الطبيعية كان يسوع المسيح مركز على البرنامج الإلهي كان مركز على الرؤية الإلهية على الإرسالية الإلهية مثل ما ذكرت عامل مع النفس البشرية نفس الإنسان أهم من كل الأراضي في الوجود أهم من كل الهياكل أهم من كل الكنايس أهم من كل المساجد وبتأمل إنه تفهمون النقطة اللي عم بتكلم عنها إنه نزرة الله لنفس الإنسان أهم من كل هذه الأمور اللي ناس عم بتموت من أجلها وعم بتعيش من أجلها وعم رجال الدين عم بصوته من أجلها حتى يضلوا في الحكم مش على أساس يكون في سلام ويحل السلام بين الجميع فالإنسان هو قدس أقداس الله اليوم الناس بتتعامل مين الصح ومين الغلط تعرف حبائي بالنسبة لي يسوع المسيح النفس لدرجة قال ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله العالم كله بكل الأراضي بكل الذهب بكل الثروات بكل الإمكانيات بكل الكنايس في العالم بكل المساجد بكل الهياكل بكل المجامع اليهودية بكل الهياكل الغير الديانات التوحدية كما تسمى بالنسبة للرب هو أنت نفسك غالية عزيزة جدا على قلب الرب ألم يقول الكتاب في سفر هوشع بيتكلم عن الرب يهوى إني أريد ذبيحة ومعرفة الله إني أريد رحمة لا ذبيحة آسف أريد رحمة لا ذبيحة هوشع صح 6 آية 6 ومعرفة الله أكثر من المحرقات يعني الناس عم بتحاول الضحة فداك وبتفديوا بالنسبة لالله الرحمة أهم من كل هالمواضيع أليس عجبا أن يسوع اقتبس هذه سياق هذه الحديث على الأقل مرتين في العهد جديد المرة الأولى قال إنها هنا أعظم من الهيكل بيحكي عن نفسه يسوع فلو علمتم ما هو ما هو الرب يهوى اللي يتكلم في العهد القديم هنا يسوع اللي بيتكلم إني يسوع بيتكلم إني أريد رحمة لا ذبيحة في متى 12 والآية 7 في إنجيل متى إصحاح 9 بيتكلم طبعا سياق الحديث أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم أدعو أبرارا بل خطاطا للتوبة هنا الرب بيتكلم ورب العهد القديم ورب العهد الجديد ولكن لما بيتكلم عن المثل لأنه الوقت أزف فبقول طلب ثمر وزرع شجرة شجرة ثلاثة سنين مفروض يجب يتطبر طبعا بحسب سفر اللويين إنك تزرع ثمرة شجرة مثمرة أول لازم ثلاثة سنين السن الرابعة لازم تكون مثمرة فهي لم تكن مثمرة يعني ثلاثة سنين عقيمة السن الرابعة بتكون مثمرة ولكن بحسب شريعة اللويين ما توكلش من ثمرها بالسن الخامسة بلاوين 19 بتبلش بتبتدي توكل من الثمر لأنه عادة هاي البكورة أول سن الشجرة للرب وللغريب وللأرملة وللمحتاج ولكل هاي تقدم للرب ولكن واضح إنه هاي ثلاثة سنين كاملة الشجرة عقيمة جدا فقال للكرام السيد بيحكي للكرام هو ده ثلاث سنين أطلب ثمرا هذه التينة يعني لربما إنه كان أكتر من المد المفروض إنه وصلت الثلاثة سنين وإن السن الرابعة لازم تكون تثمر فراحت كمان ثلاث سنين يعني في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا قالوا تركها هذه السنة نعطيها فرصة خلينا نستخدم الوسائة ووسائة النعمة خلينا نسميها فقال حتى أنقب حولها ينظف يزبط حولها وأضع زبل يعني حط سماد يعني هون بيحكي عن عملية تنقية بالأول ينقل الأرض من الحجارة من الشوق من الموانع وبعدين يحط السماد السماد اللي هي يعني غنية في المعادن حتى تقوي التربة إنه تصنع ثمر وبعدين إن لم تصنع ثمر بعدين اقطعها هنا حبائي الرب أعطى فرصة الرب قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون هون نشوف خطورة عدم الإثمار تخيل اليوم اللي بيقع في هاي المشكلة أغلب المسيحيين في العالم أغلب المسيحيين في العالم وهنا بيسميها الكتاب مشكلة عويصة مشكلة خطيرة جدا 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 خطورة عدم الإثمار توقيت الرب أحبائي إحنا نطلب الرب مثل ما مكتوب أطلب الرب ما دام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران في توقيت إلهي عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء السن اللي في شلت فيها هذه السنة 2023 سنة 2024 اعمل تصميم اعمل قرار في حياتك وإلا رح يعني تواجه القطع والدينونة لسبب خطورة عدم الإثمار وهي الوسائط فيه الشفيع اللي هو الكرام اللي ترمز ليسوع المسيح قال له اتركها أعطيها بس كمان فرصة خلينا أنقي وخلينا أغز هذه الشجرة ولعلها تأتي بثمر عالة شجرة التين ترمز إلى أمة إسرائيل ولكن أحبائي منقرأ لما كان يسوع على جبل الزيتون برضو كان بينتظر ثمر من شجرة التين ولكن أحبائي لم يكن عليها ثمر التوقيت كان توقيت مهم جدا كان داخل إلى أرشليم كان لازم يطهر الهيكل من الباعة ومن الصيارفة وهنا أحبائي دينونة يعني بكل معنى الكلمة والظاهر أنه لما تكلم عن هذا المثل السنة اللي بعديها يعني الصلب فالظاهر أنه لم تثمر هذه التينة فكانت بس مجرد أوراق رياء كبرياء مظاهر عدم إيمان أشكال تدين اللي الرب عارف القلب من الجو أنه فاسد فكان لازم يطهر الهيكل وكان لازم يتكلم من جبل الزيتون على دينونة دينونة أورشليم اللي بعد أربعين سنة تمت نبوة المسيح بالتفصيل الدقيق أورشليم هدمت الأصوار هدمت الهيكل هدم وإحترق لم يبقى حجر على حجر حتى القناطر اللي عليها يعني الذهب أحرقوها وقشروا الذهب منها لتتم نبوة المسيح به في أنا لله في صبر للرب في رحمة عند الرب واضح أنه هي عم بتعطل الأرض وعم مش بس أنه أخدت مكان ممكن ينزرع شيء تاني مثمر يعني عم بتبطل الأرض ولكن برده بتشوف أناة الله صبر الله محبة الله رحمة الله بنسمع صوت القضاء صوت العدل الإلهي اقطعوها ثم نسمع صوت الرحمة الإلهية اتركوها ارحموها الشجرة المثمرة أحبا هي رمز للحيام الصالحة هذه التينة استهلكت وقت وقت ضاع استهلكت عمل ثلاث سنين ضاع يعني مكان كان ممكن ينزرع شيء تاني مكانها ضاع ولم تعطي أي ثمر فأحبائي من المنطق إذا لم تثبر خلال ثلاث سنوات وهي الفلاحين عنا بيعرفوها فلم تثمر أبدا لأنها عقيمة تعرف أحبائي الثمر هو بيكرم الله الخالق بهذا يتمجد أبي بأن تأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمه فإذا أحبائي الإنسان موجود حتى يكرم الخالق فالإنسان المثمر هو الذي يمجد ويكرم الخالق وإحنا موجودين لعمل مصرة الرب وإلا حياتنا تتصف بالرياء يعني ملونين مظاهر كلها تربي ولكن مش عم تصنع الثمر خلي بالك هيدعو للتوبي وفي نفس الوقت رسالة انذار والتحذير اترك موضيع مشكلة الألم والظلم مشكلة العدالة رغم أنه بلاطس انتهك حرمة الهيكل في رب في رب اللي بدافع في رب اللي شايف في رب اللي بيقيم أمه وبينزل أمه احنا عم نقيس في ميزان الناس هذا صالح وهذا غير صالح هذا خاطئ وغير خاطئ الله هو الذي يرى القلب ويعرف المخادع والسرائر وبيعرف رياء وكبرياء وخيلاء الإنسان إما أن تكون شفاف واضح في علاقة صحيحة أو أن تكون ورق بلا ثمر تعرف حبائي مش بس أنه يعني سببت عداء بين هيرودوس وبين يعني يقال أنه حتى برقابس هو اللي كان قائد هذه الثورة والفتنة في هذه في هذه الحالة ولكن دعوة المسيح على كل هذا الموضوع هي التوبة صوت القضاء اقطعها صوت العدل لأنها لم تثمر وجاءت بضرر وامتصت عصارة الحياة من الأرض وحتى أفسدتها أتركها هنا صوت الرحمة كمان سنة هاي مدة النعمة الله أعطاك نعمة ورحمة عشان تطلب وترجع للرب حبائي الرب عاوز يتعامل معنا غرض الله هو الثمر مكتوب لتسلك كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح أن يتوب ويرجع إلى الله عاملين أعمالا طليق بالتوبة ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم مكتوب والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا يقول في مزمور واحد فيكون كشجرة مثمرة في ثمر البر ثمر الإيمان في ثمر الإتيان بالناس إلى المسيح في ثمر التسبيح في ثمر العطايا إعطاء المال في ثمر القداسة في ثمر الروح في ثمر التوبة اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة عاملين أعمالا طليق بالتوبة أحبائي بالختام مثل ما شايفين الآية أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة وتركها هذه السنة الرب أعطاك سنة جديدة هاي عطيه وبركة من عند الرب مفتدين الوقت فإذن إيه أنت رح تعمل أسرع شيء فضها قول يا رب رحمني أنا الخاطئ أنا أقبلك رب ومخلص لحياتي مجرد تقول رحمني أنا الخاطئ بقلب تايب فعلا الرب غيرك وبيكتب اسمك في سف الحياة على فكرة شاركنا بحب أسمع منك